السلام عليكم و ma API كيف حالكم و أصدقائي مما فعل قناة Filture Coin و قانات Pitsi World arms Bitcoin فديو جديد على قناتي القناة قناة مهتمة باخر أخبار العملات الرقمي طمعا أصدقائى في هذا الفيديو رح تحدث عن اضافة عملة Terra Luna Classic على م consorции Beanbase كثير من الأخبار فالوقت حالي عن اضافة عملة Terra Luna Classic mak était notre thể valuation أبل من بشي فيديو بتمنى اضع زر اللايك بالقناةь شغ 새로운 إسرائيه حتى يوصل لك كل جديد في عالم العملات الرقمي ولا تنسى انضم لقاتنا على تليجرام ونحترك لك الرابط أسفل الفيديو وبتدري تنضم لقاتنا على تليجرام عن طريقة الضغط على الرابط الموجود في بانر القناة خليكم معنا زقائي لبعد الأندرو طبعا زقائي بالأمس ارتفعت عملة تيرا لونا كلاسيك بنسبة وصلت إلى 25% بعد ظهور أخبار عن موعد أدراج عملة تيرا لونا كلاسيك على منصة كوين بيس طبعا حاليا chart هو إضافة عملة تيرا لونا كلاسيك على منصة كوين بيس طبعا كثير من التغريدات طلعت كثير من الأخبار وفقا للاونا كلاسيك كومونوونتي أو مجتمع عملة تيرا لونكلاسيك طبعا قالوا أنه في جرس الاستماع الداخلية في كوين بيس أعلنوا عن إضافة عملة تيرا لونا كلاسيك يوم الثنين القادم او ثور عملة تيرا لونا كلاسيك اعلم ان كوين بيس ستقوم بادراج عملة تيرا لونا كلاسيك يوم الاثنين القادم طبعا الى حد الان مجرد اخبار من مواقع او صفحات كبيرة لكن غير رسمية الى حد الان ما في اي خبر اكيد لا من كوين بيس وما في اي صحيفة تكلمت عن هذا الموضوع لكن عندي اهتمالية كبيرة يتم الادراج فعلا لهيك نحن حاليا نترقب عملة تيرا لونا كلاسيك عندي حاليا موجة هبوط حصل المؤشر الخاص فينا عندي موجة هبوط لعملة تيرا لونا كلاسيك ممكن تستهدف الموفيق ابرج ميتين اللي هو عند منطقة الثلاثة وعشرين انا بشتري من عملة تيرا لونا كلاسيك عند منطقة الثلاثة وعشرين طبعا زقائي خلينا نوضح نقطة نحن في الفيديوهات السابقة تكلمنا عن منطقة الشراء الموجودة امامكن وقلت رح بيع على المقاومات بالامس اغلاقت صفقتي الخاصة واعجتهم الي اغلقت منطقة الثلاثة وعلية موجودة يوزج متarella وحاليا رح اُقّع افتح مدارب جديد علية التيرا لونا كلاسيك عند موجودين ابريغ ميتين hi left ومنطقة ما بين الثلاثة وعشرين ونصف الى الاربع عشرين لايك حاليا مننتظر هبوط عملة تيرا لوني كلاسيك لحتى ادخول بهذه المناطق طبعا أي خبر عن إدراج عملة تيرا لونكليسيك على كوين بيس ستأدي إلى ارتفاع العملة طبعا في يوم إطلاق العملة على منصة كوين بيس العملة ستعمل بومب تصل إلى 0.303 إلى 0.304 هاي أهدافي بعملة تيرا لونكليسيك لكن بالأول لازم مر بموجة تضبوط تصل إلى 23.5 ما بين 23.5 إلى 24 بهاي المنطقة بدخل صفقة لونك وهدف الأول بيكون 35 بانتظار إعلان الرسمي من منصة كوين بيس عن إدراج عملة تيرا لونكليسيك شو بالنسبة الحرق عملة تيرا لونكليسيك طبعا منصب بايننس أخرت الحرق بعملة تيرا لونكليسيك كانت تحرق كل أسبوع أو كل يوم أحد تحرق من عملة تيرا لونكليسيك هلأ الحرق صار بالشهر يعني كل شهر رح تصير عملية حرق واحدة طبعا حسب موقع بايننس أن الحرق رح يتم احتساب عدد القطع الحرق من يوم 30 10 أو 30 أكتوبر إلى يوم 30 11 وهو 30 نوفمبر يعني رح يتم احتساب الرسوم لمدة شهر كامل وبعد الحرق رح يكون يوم 2.12.2022 يوم 2.12 رح يكون عملية الحرق طبعا والإعلان عن العدد القطع المحروقة رح يكون كمان يوم 2.12 لهيك في مرة الحرق القادمي يوم 2.12 رح يتم حرق كمية أكبر بدل ما نحرق كل أسبوع مليار أو مليار ونصف رح نحرق نهاية الشهر تقريبا ما يصل إلى 5 مليار ما بين 5 مليار إلى 7 مليار حسب الفوليوم كل ما ارتفع الفوليوم طبعا شفنا اليوم ارتفاع كبير بالفوليوم صار عندي ارتفاع كبير بعملة تيرا لونكليسيك وهذا الشيء قدل ارتفاع الفوليوم لهيك الحرق رح يكون كمية أكبر في المرة القادمة ممكن عملية الحرق القادمي توصل إلى 7 مليار قطعة الحرق الي هو يوم 12.12.2022 أصغرين كنت وصلنا على هذا الفيديو بتمنى الفيديو يكون من العجابك لا تنسى تشترك القناة تفعز الجرس تضغط اللايك حتى يوصل لك الجديد في عالم المؤمنة الرقمي مع السلامة بدمتم بخير